ماما تلاجها فاضية وانا عايز اكل عايز اتعاشها يا ماما يوه وانا هعمل لكم ايه هو انا هفضل شايل المسئولية كده كل اي حاجة طيب يا ماما ما تكلمي بابا يجيب حاجة معاوه واراجع من برا اكلم بابا هو بيرد على التليفون ولا فيقلنا اصلا ولا يعرف عننا حاجة كل يوم يخرج ويرجع متأخر ويقول لك أسل بشتغل 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 انا زهقت بقولك ايه اطلعي نامي مش لازم تاكلي طيب يا ماما ممكن ااخد فلوس انا واروحي السوبر ماركت اشتري اي حاجة تشتري اي حاجة هو بيسيب فلوس بقولك ايه اطلعي نامي ولو جاب معا اكل هبقى صحيكي لا يا ماما انا مش هنام انا هطلع اذاكر عندي متحام في المدرسة انت جد ما لسه بدري يوه بدأنا وصلت الناكد عايز ايه ولا متحمل مسئولية ولا شايل هم البيت ولا بتفكر في حاجة خالص وكمان راجع وما فيش في ايدك حاجة جيبنا ايش اي حاجة البنت نامت جعانة بقولك ايه كنت هاتي اي حاجة كولوها انا راجع متعش من برا ورايق مش عايز ناكن تصبح على خير 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 ايه اللي بتتكلم عنه ده يوه وانا كل يوم اصحى من النوم انا صدخ ناقهم مفيش مرة انام براحتي وحيث ان انا مرتاحة هما مش هيبطلوا هما مش حسين بيا يا ماما يا بابا كفاية كفاية مشاكل بقى حسوا بيا يوه بقولك يا بيت اطلعي نامي انا مش فيقلك طبعا مش فيق لها هو انت فيق لحد اسملكوا البيت وامشياني عشان ترتاحوا ماشي انا هسيبلكم البيت متسبش البيت يا بابا خلاص انا هسكت انا هطلع نامي اتبهوا على خير عجبك اللي بيحصل ده ليه انا حظي كده ليه مش هيشة من اب وام طيبين يا خبر الساعة سبعة هتأخر عن المدرسة صباح الخير يا ماما صباح الخير يا حبيبتي بابا فين هو مش هيفطر ولا ايه اكيد طبعا هيفطر بس بعد ما يناكد علينا ويقرفنا عالصبح يا ماما هو انتو مش عايزين تبطلوا خناقات ومشاكل بقى انا تعيب توزيقت من المشاكل دي نفسي حياتي تبقى صافية وكويسة مفهيش اي تعب مش عارفة زاكر مش عارفة نام مش عارفة حتى اكل والله بقى الكلام ده تقوليه لابوكي مش انا طيب يا ماما حايز اكل ايه صندويتش بقى عشان ارحي المدرسة ماشي هعملك صندويتشات ايه ده فين الفطار او انا مش هاكل ولا ايه انا عندي شغل يعني صاحب ان النوم وبتسأل على الفطار مع انك لا سألت ايه اللي في البيت و ايه اللي مش في البيت فيه اكل ولا مفيش على العموم هعملك صندويتشات صندويتشات ماشي احسن مما فيش هو دي اقاروة مصروفك اهو عشان ما تقولش ان بديكيش مصروف عارفة انك بتديني مصروف يا باب شكرا يا باب سلام مع السلامة يا اروة انا رايح الشغط ما تقعدش مع نفسك بقى تفكري في اي مشكلة تعمليها انا برضو اللي بتاعت مشاكل يا رب اجيب درجات كويسة في الامتحان انا قلقانة قوي بس انا لازم اذاكر اكتر انا هصهر للصبح اذاكر الو ايوة يا احلام انا خلاص قررت ان الفرح بالاسبوع اللي جاي يا خبر ابيض عايز يتجوز علي ماشي انا هوريه اه ايوة يا عادل تمام تمام اشوفك بكرا ان شاء الله عادل مين وزفت مين انا سمعتك وانت بتقولها نتجوز انت عايز تتجوز علي يا راجل ماشي واعيدك سودا انت سمعت المكالمة ايوة هتجوز عليكي وانا حر بقى في حياتي انا تعبت من المشاكل والقرف وعايز ارتاح بقى خلاص احلام هتنسني كل الهموم والاحزان هموم واحزان ده بدل ما تاخد بلك من بيتك وبنتك بتفكر تتجوز تاني انا هسيب لك البيت وامشي مع السلامة كده ولا كده كنت هتسيبيه ما انا هتجوز هنا وانا هتجوز فين يعني طلقني انت طالق مشاكل 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 خلاص الحياة بقت صعبة مبقيتش قادرة استحمل في ايه يا بابا في ايه يا ماما انا خلاص طلقت مامتك عايزة تعيش معايا اهلا وسهلا مش عايزة روح يعيش معاها انتو بتقولوا ايه مش ممكن مش ممكن مبسوط كده منك لله ارجوك يا ماما ما تمشيش بابا بيهزر اكيد وهيرجع في كلامه يرجع في كلامه ايه انت ما سمعتش هيتجوز واحدة تانية طيب يا ماما انا هجي اعيش معاك لا يا حبيبتي انا مش هقدر اشيل مسئوليتك ومصاريفك خليكي هنا مع باباكي يصرف عليكي وامراتك الجديدة تبقى تاخد بالها منك سلام تاكس تاكس انا مش مصدق اللي عملته ماما كده يا ماما تسيبيني مش عايزيني ارجوك يا بابا ملاش تتجوز انا مش هقدر عيش في البيت ده وفيه واحدة تانية غير ماما والله يا حبيبتي انا هتجوز عايزة تعيشي معانا اتفضلي عيشي مش عايزة شوف اي مكان روحي فيه بقى بقى كده يا بابا حتى انت كمان ماما تسيبني وتقولي مش هتحمل مسئوليتك وانت عايز تتجوز واحدة تانية انت عارف كويس يا بابا مراتك التانية دي هتعملني ازاي هتعملك ازاي يعني وانت صغيرة اعتمدي على نفسك بقى ماشي يا بابا ها 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 ه Liverpool حياتي حضيها ها 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 hold نورت بيتك يا روسا شكرا يا رامزي ام الفين بيتك مش هتسلم علي ولا ايه اه طبعا يا حبيبتي هتسلم عليك يا قاروة يا قاروة نعم يا باب تعال يا حبيبتي سلمي على طنت أحلام ما هي هتبقى زي مامتك برضو يارب تكون هتعملني كويس زي ماما ولو أن ماما نسيتني يو مالوش لازمة الكلام ده بقى تعالي يلا سلمي على طنت ازايك يا طنت أحلام اهلا وسهلا يا حبيبتي ومالك دار بابوس كده مش مبسوطة من وجودي ولا ايه لا ابدا مبسوطة طبعا بعد اذنكم عندي مذاكرة ايه دا يا فهمي احنا نبتديها من اولها كده البنت دار بابوس لا انا ما بحبش الكلام ده لا يا حبيبتي لا دار بابوس ولا حاجة هي بس عشان اللي امتحنات لا بقولك ايه تتعدل معاي انا ما بحبش الاسلوب والطريقة دي هي بس برضو عشان انت غريبة بالنسبة لها اما تتعود عليكي هتلاقي الدنيا تمام ماشي اما شوف بقى بتنفذ كلامك وبتتجوز يا فهمي ماشي انا كمان هتجوز وشوف حالي وشوف نفسي هو انت فكرني هاعد كده ولا ايه انا لسه صغيرة وحلوة والعمر قدامي طويل صباح الخير يا باب صباح الخير يا طنط صباح الخير يا اروة ايه دا يا طنط هو حضرتك ما عملت ليش معاكي فطار فطار ايه اللي عملهولي هو انت صغيرة انت يا حبيبتي كبيرة وعندك 15 سنة اعملي سندويتشات لنافسك عندك حق يا طنط انا كبيرة واعتمد على نفسي انا بس كنت فكرة ان حضرتك عملتي فطار زي اللي عملتيه ليكي والبابا انا هنا يا حبيبتي عشان اعمل الاكل البابا بس مش ليكن دي كمان انت مش صغيرة يعني ما كانش هيجر حاجة يا احلام لو عملتلها تفطر معانا هي مش صغيرة تعتمد على نفسها اعتمدي على نفسك يا حبيبتي وبعدين ما ميتها مش مهتمة بيها انا بقى اللي اهتم بيها شكرا يا طنط على كلامك ده بعد اذنكم انا رايحة لمدرسة مش عايز افطر اديني المصروف يا بابا ودي المصروف اهو شكرا يا بابا بعد اذنك لا ده انت كده مدلعها قوي بتديها مصروف كتير خد بالك لازم تمسك ايدك شوية انا كمان محتاجة مصاريف كتير انا تحت امرك حبيبتي في اللي تطلبيه يلا انا رايح الشغل بقى سلام ماشي يال اسمك اروانتي اما خليتك تتفشي من البيت ما بقاش انا احلام الله يسمحك يا بابا انت وماما بوستولي حياتي اروان سرحت في ايه بتفكر في ايه ياريت تركزي معايا في الحصة حاضر يا مستر انا مركزة معاك طيب انا كنت بشرح بقول ايه ها معلش يا مستر انا اسفة هركز مع حضرتك سلام عليكم ازاي كده انت احلام اهلا انت رجعت يا من المدرسة بتكلميني كده ليه يا طنط في حاجة انا من يوم ما جيت البيت ده وانت قاعدة هانب ما بتعملش اي حاجة انا خلاص يا حبيبتي تعبانة مش قادر اعمل حاجة هتعودي معايا هنا يبقى تنظفي وتمسحي وتكنوتي وتشوفي شغل المضمخ انا حامل وتعبانة ومش هقدر اعمل حاجة فهما انا ممكن اساعدك يا طنط بس اكيد مش هعمل كل الحاجات دي انا برضو عندي مذاكرة مش عايز اضيع مذاكرتي وعايز افضل شطرة الكلام ده ما يهمنيش مش عاكبك هامشي حاضر يا طنط هساعدك تطلع يتغيري لبسك وتنزلي حالا تشوفي شغل المضمخ سلام عليكم ازاك يا احلام بقولك ايه يا فهد انا عايز اقولك كلمتين البنت بنتك دي ياريت تبقى تربيها كويس بقول لها انا حامل وتعبانة ياريت تساعديني في شغل البيت بترد علي وبتقول لي لا وانت عارف ان انا مش قادرة اعمل حاجة خلاص خلاص ما تزعليش انا هتكلمها وقول لها تساعدك وكمان تعمل بذلك كل حاجة انا عايزك ترتاحي خالص وما تتعبيش نفسك اهم حاجة ابني اللي هيشرف وهيجي بالسلامة صباح الخير يا طنط احلام ايه ده هو انت رايحة فين انت رايحة المدرسة ايوة يا طنط رايحة المدرسة هروح فين يعني لا يا حبيبتي انا تعبانة قوي ومش قادرة اعمل حاجة انت هتعودي النهاردة من المدرسة تساعديني وتعملي شغل البيت كله ايه اللي بتقولي ده يا طنط انت عايزيني اقعد من المدرسة عشان اساعدك لا طبعا مش ممكن هو ايه اللي مش ممكن يا بنت انت اسمعي الكلام لا طبعا مش هاسمعي الكلام يا فهمي يا فهمي تعال اشوف بنتك اللي ما تربتش بترد علي ايه ايه احلام ايه اللي حصل بنتك المؤدبة ما انت عارف اني حامل ومش قادرة اعمل حاجة اه صحيح ليه كده يا اروه انت لازم تعودي من المدرسة النهاردة عشان تساعد طنط احلام ما انت عارفة ان هي تعبانة والله دي مش مشكلتي انا رايحة المدرسة انت بتعرضي كلامي سامع سامع يا فهمي اروه مفيش مدرسة النهاردة يلا طلعي غيري لبسك ده بس يا بابا ما ينفعش كده انا قلت اسمعي الكلام يعني اسمعي الكلام مش ممكن يعني انا لو بنتها كانت هتعمل كده بالعكس كانت هتقول لها يا ذاكري وروحي المدرسة وده اتم بيها مش انا مخدش مهتم بيها قال ليه سبحك يا ماما نجيدي وسبتيني وما سألتيش علي كل الفترة دي مقالك سبت شهور ما تعرفيش عني حاجة ولا انا عرف عنك حاجة انا لازم اروح لماما اكيد انا وحشتها بعد الفترة دي كلها وانما تعرف اللي الست دي عملته اكيد مش هتوافق ان انا رجع لهم تاني وهتخليني اعيش معاهم ما تزعلش نفسك بقى خلاص اهي يا ست هتقعد معاك ومش هتروحي المدرسة هتشوف طلباتك ايه يلا انا رايح الشغل بقى سلام ايه دا انتي واخد شنطتك ورايحة فين همشي هروح عند ماما اكيد هتكون حنينة علي حنينة قوي ياريت بقى ما ترجعيش تاني ايه دا هاروح اشتركوا في القناة